بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعذائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نحن في هذا الاعتصام الهام الذي هو وقفة حق ووقفة وفاء مع هذا العالم العلامة الكبير وهذا الطوض الشامخ للإيمان والفقاهة والجهاد في سبيل الله سماحة آية الله نمر النمر كان ولا يزال رمز من رموز هذه الأمة الذين أعلنوا كلمة الحق وتحركوا من أجل أن تتغير هذه الأمة نحو العلو ونحو السمو سماحة الشيخ النمر رب جيلا من المكافحين وجيلا من الأبطال في المنطقة الشرقية ولكن حينما رفع صوته عاليا في ثورة قضية شعب البحرين فإنه لم يربي فقط أولئك الذين كانوا من حوله في صلاة الجمعة في المنطقة العوامية الشامخة البطلة ولكنه في الحقيقة اليوم يمثل بالنسبة لكل شعوب المنطقة يمثل الرمز الذي قد أجهر وجهر بما في قلوبهم بما في ضمائرهم لقد كان يطالبه بحقوق شعوب المنطقة يريد أن تتخلص من الظلم من الطغيان من الفساد الذي عم وخيم على ربوع هذه المنطقة بفعل الطغيان والطغاة الذين تكالبوا وتآمروا على شعوبنا حينما دخل جيش الاحتلال السعودي إلى البحرين وقف هذا الشيخ العظيم هذا البطل بطل العرب والمسلمين فقيه الإيمان والجهاد وقف مع شعب البحرين وقال كلمات لم يستطع أحد في الحقيقة أن يقول مثلها وهو في داخل المنطقة الشرقية من جزيرة العرب هذا الفداء هذا التقدم هذا العطاء هذه الكلمة الحقة التي صدعت من جوانبه ومن أرجاء قلبه العظيم والكبير والواسع إنما تدل على ماذا شموخ وعظمة هذه الشخصية وماذا ربانية حقيقة النوع العلماء في قلبه فبحق هو من العلماء الربانيين الذين يخشون الله وإذا اجتمعت الخشية بالله سبحانه وتعالى الخشية من رب العزة والجلالة مع العلم والفقاهة مع معرفة الله سبحانه وتعالى إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في عالم متميز عارف لأوضاع الزمان والمكان فإن هذه الخشية تأخذه إلى العلو وإلى أن يتحدث ويتكلم ويقف المواقف الحقة المطلوبة منه نحن في اعتصامنا هذا إنما نقدم لهذا الشيخ الجليل نقدم بعضا من الوفاء لهذه الشخصية وخاصة أنه بعد مضي عامين من سجنه واعتقاله وتقديمه لمحاكمات جائرة ظالمة يراد أن تزهق فيه روحه الكريمة المباركة هذا الطوض الكبير بطل العرب والمسلمين ينبغي أن يجلل أن يعظم من قبلنا جميعا ينبغي أن نتحدث عنه وعن بطولاته وعن كلماته وعن مواقفه حتى تتحرك الأرض ضد الظالمين كما كان هو القائل بكلمته الشجاعة أن زئير الكلمات أقوى من أزيز الرصاص رصاص الظالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة